أهلا بكم من جديد أدى النواب بالأمس في البرلمان الجديد اليمين الدستورية في أولى جلسات هذا البرلمان وأول انتخابات برلمانية تجري بعد الثورة والمرحلة الثالثة أو الاستحقاق الثالث من خطة خارطة المستقبل التي اتفقت عليها جميع أطياف الشعب كان الجميع بانتظار هذه الجلسة ليرسم صورة حول ما ستكون عليه الحياة البرلمانية في هذا البرلمان الهام الذي كان الجميع ينتظره لما هو ملقع العاطقه من مسؤوليات حقيقية في إقرار تشريعات وإدخال تعديلات على أشياء كثيرة جدا كان الجميع ينتظر هذا البرلمان من أجلها نقترب أكثر من هذا البرلمان من تشكلته وما هو المنتظر منه ومعنا في هذا الحوار الأستاذ محمد شعير مساعد رئيس التحرير والكاتب الصحفي بجريدة الأهرام أهلا بحضرتنا أهلا بارك سؤالي نحن خلينا بس الأول نخرج نشوف هذا التقرير اللي بتحدث عن هذه الجلسة الإجرائية الأولى والتي تم فيها انتخاب رئيس مجلس أنواب ووكيله بعد طول انتظار عقد مجلس النواب جلسته الإجرائية الأولى الساعة التساع من صباح الأحد بمقر المجلس وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2015 بدعوة المجلس للانعقاد ترأس الجلسة الإجرائية حسب لائحة المجلس أكبر الآضاء سنًا وهو النائب المعين بهاء أبو شأة البالغ من العمر 77 عامًا فيما تولى أصغر عضوين منصبي الوكيلين في هذه الجلسة وهم النائب حسن عمر محمد حسنين والنائبة نوها خالد الحميلي والبالغان من العمر 26 عامًا بدأت الجلسة بتلاوة عدد من القرارات أولها قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة نجلس النواب للانعقاد وثانياً قرارات اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وبإعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات وإعلان نتيجة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات وبالإضافة إلى قرار إعلان نتيجة المرحلة الثانية للانتخابات واعلان نتيجة الاعادة للمرحلة الثانية للانتخابات وتم خلال الجلسة كذلك تلاوة قرار رئيس جمهورية نصر العربية بتعين اعضاء في مجلس النواب وعقب ذلك ادى الاعضاء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 104 من الدستور هذا وقد تم تشكيل لجنة خاصة من 3 الى 7 نواب للاشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس وجمع بطاقات التصويت وفرزها واعداد تقرير بالنتيجة حيث تمت الانتخابات عبر الصناديق الزجاجية واصفرت الانتخابات عن فوز الدكتور علي عبد العال كرئيس لمجلس النواب باغلبية الاصوات وفور فوزه اكد الدكتور علي عبد العال انه سيكون مدافعا دائما عن الديمقراطية والمبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير و30 يونيو واضف عبد العال في كلمة القاها عقب اعلان فوزه ان ثورتين 25 يناير و30 يونيو ثورتان فريدتان بين الثورات وذلك لكثافة المشاركة فيهما ودور الشباب البارز المتطلع لمستقبل مشرق بحماية جيش الشعبي وشرطته وقضائه ألا بكم من جديد إذن أستاذ محمد كيف رأيت هذه الجلسة الإجرائية الحقيقة امتدت قطرطة يعني اليوم بأكمله صحيح وبانت فيها يعني كيف تتسير الأمور وتم فيها طبعا انتخاب رئيس المجلس ولا إبايه لكن كيف قيمت هذه الجلسة هي زي محرك زكارتي سيدة دينا يعني جلسة طويلة جدا جدا انتهت حوالي الساعة 12 صباحا بتحديد ربما كان يمكن أن تكون أقصر من هذا لو كان هناك بعض التنظيم بشكل أكبر لأنه كان الحقيقة يعني احنا كنا سعداء بانطلاق العمل أو عودة العمل البرلماني في مصر مرة أخرى بعد توقف أربع سنوات واستكمال خارطة الطريق يعني ما فيش دولة تكون بلا برلمان مهما كانت يعني بتسير في طريق عليه يعني إدماع كبير أو توافق كبير من أبناء الشعب لكن لا بد من وجود برلمان ولا يمكن أن يكون البرلمان معرقلا كما كان يقول بعض من قبل ولكن أيضا اليوم الأول الحقيقة شاهد الارتباك كبير وكان هناك يعني شاهدنا تعليقات كثيرة في الصحف يمكن مهاردة كمان وأيضا على موقع التواصل الاجتماعي أمس ده بيبقى نعكاس الحقيقة الحالي الشعب أو ردود فعلي وطبعا اهتمام يعني الجميع منتظر ومتراقب ومهتم وحالات الرصد يعني أنه فيه أعضاء مثلا بيتابعوا هواتفهم المحمولة أنه فيه بعض المشدات يعني بعض الصعوبات هل هذا متوقع أم ماذا؟ يعني هو بالنسبة لي بشكل شخصي هو متوقع يعني هو مفاجئنيش لأنه زي ما بقول دايما الحقيقة إحنا يعني في سنة أولى سياسة أو كي جي وانت سياسة لسه لأن كان السياسة تجمدت عندنا عقود طويلة مش هنقول بقى ثلاثين سنة ولا خمسين سنة حسب بقى التحليلات السياسية المختلفة فإحنا بنتقدم بنتقدم ولكن يعني طبيعي جدا أن يكون التقدم تدريجيا بعد هذا لكن الحياة البرلمانية يعني ممكن إحنا فيه اختلافات حصلت بعد ثورة يناير وثورة الثلاثين من يونيو وفيه اختلافات حصلت في المجتمع وحلت حراك لكن كحياة برلمانية إحنا من الدول اللي لها باع طويل في الحياة البرلمانية وكان مجلس النواب وبعدين بعد ما أصبح مجلس الشعب ومجلس الشور يعني هذه الممارسات البرلمانية ليست جديدة على مجتمعنا وخاصة أنه ده أول برلمان بعد الثورة وبالتالي أنه الجميع في حال الترقب حقيقي صحيح ده كلام سليم ولكن حصلت ثورتين وتغير نظامين ولكن الشعب نفسه لم يتغير ثقافتنا نفسها لم تتغير الحياة البرلمانية موجودة بالفعل في مصر منذ القدم يعني ولكن أيضا هذا البرلمان الجديد له معطيات جديدة زيادة عدد النواب بشكل كبير ساهم في حالة الارتباكة التي حدثت أمس من الأمور الحقيقة السيئة أيضا يعني مسألة التليفون المحمول ده كان بيبقى موجود قبل كده ولكنه يعني أنه يبدأ في الظهور من الجلسة الأولى كده يعني وكأن النواب أو النائبات يعني عايزين يظهروا على الشاشات حتى صور شخصية أو حاجات زي كده كمان يعني خلينا حرارك لو تحدثنا الحياة في الأخطر دلالة يعني مسألة مخالفة النص القسم الدستوري وليست مخالفة عن خطأ أو علاقة عن قصد عن قصد وإعلان سببها إيه طيب إذا كان الدستور عندنا نص على أنه في إقامة صورتين حتى الدستور على فكرة بيسميها صورة وده شيء عظيم بيسميها صورة 25 يناير 30 يونيو أو يناير يونيو إذن هي صورة واحدة على موجاتين الدستور نحز إلى هذه الرؤية فلما ما ينفعش يبقى نائب ممثل عن الشعب يرى رأيا آخر ويكون مبرره في هذا أنه حر في رأي وحر في رأي وإحنا ممكن ليس تحت القبة وليس وفقا للدستور اللي وقت بهذا المجلس بالضبط بالضبط يعني أنا الحقيقة بعتبر دي نوع من المحاولة تعتبره يعني شو آآ آآ بالضبط محاولة للظهور ومحاولة لتسجيل موقف وجذب الأنظار إنما الحقيقة لا يعنينا يعني القصد منه إيه لكن يعنينا زي بقول حالتك الدلالة إنه 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 ده حال الشعب ده حال برضو نواب الشعب اللي هو أما يكون عندي نائب الشعب انتخبه أو نواب يعني الشعب انتخبهم بأرقام كبيرة بأصوات كثيرة وهم في قناعتهم إنهم ليسوا معترفين بالدستور أو معترفين بأجزاء من الدستور دون غيرها ماذا يعني هذا يعني؟ طيب إحنا اسمح لنا إحنا يعني أحد الأعضاء والتي أدت اليمين والقسم بالأمس في مجلس النواب دكتورة بس أنتفهمي عضو مجلس النواب سبعة الخير يا فندم سبعة الخير يا فندم أهلا بحضرتك معينا وإحنا طبعا كنا بنتكلم عن الجلسة الطويلة والمطولة التي بدأت بها يعني الدورة الجديدة لمجلس النواب حضرتك كان إيه شعورك وإزاي صارت الأمور حتى تم الانتهاء بقى من انتخاب رئيس المجلس والوكيلين والانتهاء من كل هذه الإجراءات التي بعدها بقى تبدأ الجلسات الحقيقية والمناقشات الحقيقية الحقيقة إحنا كلنا كنا مستدرين إحنا ننتهي ببعضها ده ضروري بس مهما نأخب من وقت لأن كل إحنا عايزين بيشتغل وعايزين ببتدي وقت مفيش وقت كيف كانت الأجواء بين الأعضاء داخل المجلس كانت في بعض يعني التوترات في بعض الأحيان محاولات لإبداء الرأي ولم يكن الوقت يسمح بذلك عموما كيف كانت الأجواء رسوديها لنا يعني عن قرب لا تبقى دي يعني بيحسر في كل بلغانات الحزم أنا لما تتأخري بالصغل بيحسر طويلة في ناس بتبقى عصبية شوية لكن ده مش معنى أنه يعني التنظيم مشاكل لا بيحسر هذا السلام وفي ناس أعصبها أكثر حساسية من ناس ثانية في بتصار أسرع لكن بشكل عام الحقيقة شوفي بذغب أن اليوم فاقوية 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 صحيح لكن عد الحمد لله وعدك بسكول لك فاقوية أنجزنا طيب الحمد لله لكن دكتورة بسان صحيح طبعا حضرتك كنائبة في هذا البرلمان الذي ينتظره كل المصريين أمامه أشياء كثيرة دستورية وإجرائية وتتعلق بكافة مناحي الحياة في مصر أي أهم من الأشياء اللي حدتك بتحطيها أولويات أمامك في هذه الدورة نحن 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 نتحدث بسرعة أولا نتحدث المعنى برقوة قوانين اللي هي صدرت من أيام الرئيس الأفضل السيد المنصور وسيد الرئيس الحالي اللي لازم نخلف منهم بسرعة عشان بعد كده الأحداث الأجاسية اللي يعني نقوم مثلا نقوم في أدل ونبتد نتحدث بسرعة الناس كلها عايزة تشتغل بسرعة صحيح والناس منتظرة كده الناس منتظرة السرعة محتاجة تحسب نتيجة ملموسة على الأرض من لما أعتقد الناس لو شافت جنسة البارح هي يميد على بعض هيدرك الناس إن الموضوع ضد وإن الناس داي عايزة تشتغال وعايزة تنزل وإن شاء الله أن أمورها دمجي بالسفار إن شاء الله نشكرك شكرا جزيلا دكتورة بس أنت فاهمي عضو مجلس النواب وأستاذ محمد هي قالت أنه حيتم النظر في التشريعات التي تم إقرارها في الفترة الماضية برأيك أهم هذه التشريعات التي تحتاج إلى نظرة أخرى من نواب الشعب هو الحقيقة دا يمكن هيكون من أوائل التحديات اللي بيواجهها البرلمان خلال الخمستاشر يوم اللي هو من بداية نعقده أمس اللي هي مسألة زي كما نص الدستور مادة 56 من الدستور بالتحديد نصت على أنه خلال الخمستاشر يوم أن المجلس بيناقش ويتاخذ قراره في القرارات بالقوانين التي صدرت بعد صدور الدستور في عهد بداية من عهد الرئيس عدلي منصور ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة حجم دا تحدي كبير هو عدد القوانين أو القرارات بالقوانين دي 340 قرار بقانون 42 في عهد الرئيس عدلي منصور بعد صدور الدستور و298 في عهد الرئيس السيسي الحقيقة يعني الأمر الواضح والغالب بشكل كبير أنه سيتم الموافقة على هذه القرارات بالقوانين خلال الخمستاشر يوم الالتزام بنص الدستور ثم إذا كانت هناك رغبة من المجلس أو أحد النواب في التعديل ستتم مناقشته بعد هذا لأنه مجلسها مفيش وقت بالإضافة لأنه الحقيقة آليات مسألة اللي هي تعديل القوانين أو مناقشتها دي لابد من توجيه القرارات دي إلى اللجان اللجان النوعية داخل المجلس وبعد كده تعمل تقرير واللجنة تريدها الجلسة العامة فده يكاد يكون مستحيل خلال فترة الخمستاشر يوم فالاتجاه الغالب أنه ستتم الموافقة عليها عشان كمان يعني لا تتعطل كل المصالح الدولة والناس والشعب المرتبطة بهذا العدد الكبير من القوانين بس الخوف أنه يعني مناقشة تعديلات هذه القوانين تضغى على المصالح الأخرى للشعب المنتظرين النواب ينقشوها قطاعات زي السحة والتعليم والتأمين وغيرها من مناحي الحياة في مصر حذاك شايف أنه ده ممكن يعني يضغى على التوازي أولا لا ممكن يسير بالتوازي وحتى أنه إذا كان في رغبة في تعديل بعض هذه القرارات بالقوانين فهذا يعني مش هيكون بشكل كبير يعني يعني في حاجات هي اللي ممكن تكون يعني تاخد زي إيه؟ زي القوانين الصدرة المرتبطة بالضرائب ضرائب على الدخل وأيضا القرار اللي هو بوقف الضريبة على الدخل ضرائب الرأس مالية بوقفها لمدة عامين ده كان مصار جدل شوية بعد ما صدر كان مرتبط بالبورصة بعض هذه الأمور يعني بدي متعلقة شوية بالنحية الاقتصادية مر عن الناحية السياسية يعني هناك مطالبات من البعض بإنه إعطاء صلاحات أكبر للرئيس والبعض الآخر يقول يعني لابد أن يكون دور المجلس النواب يعني أن تكون دولة برلمانية وليست دولة رئاسية فالنحية السياسية بقى هتبقى موجودة وحضرة برضو ده الحقيقة مرتبط بالقوانين اللي هي نص الدستور عليها اللي هي مكملة للدستور اللي هي هتبقى برضو نص الدستور إنها يتم التأمنها في الدورة البرلمانية الأولى في الفصل التشريع اللي هي يعني خلال السنة دي حاجات مرتبطة بالإعلام ومنها طبعا منها قوانين الانتخابات قوانين الانتخابات بقى لأن نظام الانتخابي كله السابق حيتم تغييره هيبقى فيه لجنة مشرفة على جميع الانتخابات التي تجري في مصر حيتحطرها قانون جديد كمان حينظر في مسألة قانون تقسيم الدوائر الذي صدر هل هيستمر بهذا الشكل ولا هيتم تغييره احنا محتاجين اعتقد لهذا التغيير في الناحية الإجرائية الانتخابية بالزبط اه بالزبط احنا زي ما بقول لحضرتك ان احنا بصدد يعني عملية سياسية جديدة بالكامل هنشوف المجلس هيعمل ايه في هذا الدور حضرتك تتوقع ايه من تشكيلة المجلس يعني الاتجاهات السياسية المستقلين عدد حتى لو نظرنا الى الشرائح العمرية يعني نسبة من هون فوق الستين الى نسبة المنتصف الشباب المرأة تشكيلة دي كيف تقرأها طبعا هو الامر المعروف انه هو فيه اتلاف دعم الدولة هو حاليا اللي بيحظى باغلبية حتى الان في المجلس وده حينعكس على بالتأكيد المناقشات او اتجاهات التصويت واتجاهات الموافقة من عدمه على القوانين ولكن برضو يعني لان الناس بتقول انه ده معناها انه صوت واحد داخل المجلس وعودة الى حزب واحد المسألة مش كده المسألة اختلفت لانه يعني يعني فيه احزاب كثيرة اصبح ايضا لها صوت حزب المصريين الاحرار بيحاول يقوم بدور ويعني عايز اقول مش عايز اقول تراشقات ولكن وجهات النظر المختلفة بيتم عرضها في الاعلام بعد كده للوقت احنا ابتدينا برلمان ده هيعرض داخل البرلمان المسألة مش هتبقى زي الاول زي ما حرجتك ذكرتي بالفعل لمسألة الشرائح العمرية احنا راحزنا بالامس انه كان لشريحة الشباب من الوبوه حتى ظهر نسبة الشباب ابتدت تزيد ده هيقصر المرأة كمان والمرأة كمان بالزبط بالزبط يعني صحيح كل ده حيكون ليه تأثير مش هتبقى المسألة مجرد انه هو صوت واحد خصوصا لا سيما انه في حاجة كمان انه يعني احنا لاحظنا حتى من قبل بداية الجلسة الاولى انه بعض النواب لما ابتدوا نجحوا بقى في الانتخابات وحصلوا على الحصانة الحصانة البرلمانية وغيره ابتدى اداءهم وتصريحاتهم تختلف شوي ابتدوا يكونوا اكثر قوة ابتدوا يكونوا يعني اقل مهادنة مع نظام وابتدوا يعرضوا بشكل اكبر اراءهم ابتدى يعني سواء ده حتى كان الحصول على بعيدا عن النواية الحصول على مكاسب شخصية احنا عايزين الجرأة عايزين القوة عايزين الهدف الواضح يعني ما نشوفش ناس مرتعشة او بتهدف الى مصلحاتها الشخصية لا احنا عايزين يشوف يعني نمط جديد في الحياة البرلمانية شكل جديد لنائب البرلمان بعيدا عن الصورة الزهنية اللي ارتبطت في ازهان الناس انه يعني شوية اعمال خيرية وبيدخل البرلمان وينسى الناس صحيح بالزبط يعني ده كله هيحصل بس بالتدريك يعني شوية بشوية بس النواب عليهم عامل كبير انه هم يغيروا هذه الصورة الزهنية اكيد طبعا هو وده عليهم عامل الأساسي في هذا الموضوع علما بانه هم وفقا لأداءهم هم مراقبون مراقبون من الشعر اولا مراقبون من الصحافة من اجهزة الاعلام من غير حيانه كمان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت لا ترح يعني هم لازم يكونوا مدركين انه هم تحت الملاحظة طول الوقت حتى تصرفاتهم واداءهم جوه البرلمان فاعتقد احنا محتاجين انه يكون في تركيز في حتى كيفية الاداء والتعامل داخل المجل بالزبط ومن محصلة القوة دي كلها اللي بتراقب ومن محصلة التغيرات في اداء الشكل العام للبرلمان والاداء البرلماني والنواب هتحصل العملية اللي احنا عايزينها في مصر عملية الفرز عملية الفرز الفرز الوجوه فرز الرموز الموجودة اللي هي او الفرز النخبة اذا كانوا هم نخبة فعلا يعني الشعب هبتدي يفرز يعني يمكن اول انتخابات جارت دي الاتجاهات التصويتية الى حد ما كانت مشابهة لما كان بيتم من قبل ولكن خلاص انت الوقت اصبحتوا نواب فاحنا احنا الشعب بيرائب والشعب اختلف على فكرة احنا احنا ما كناش كده يعني بالزبط بالاضافة انه احنا انا اتمنى بس ان البرلمان يكون على هذا القدر من الاختلاف يعني ما يكونش الشعب في اتجاه والنواب في اتجاه اخر ده اللي حيبان توحد يعني بالزبط ده اللي حيبان اذا كان ربما يكون نفاجأ بانه النواب ما اختلفوش وانه اداء مجلس النواب زي ما هو كما كان من قبل هيبقى فيه بعد كده يعني يعني خيارات كثيرة امام الشعب وامام الرئيس وغيره كل ده مطروح لانه احنا يعني لو احنا نظرنا الى التحديات بالفعل التي تواجه هزر برلمان هي تحديات يعني تحتاج عمل اصلا فوق العادي يعني والكوادر الموجودة والكوادر كمان التي تم تعينها والان بعد ان تم تعين رئيس لمجلس النواب ووجود عدد كبير من القانونيين بالداخل هل ترى انه هذه التشكيلة يعني تنبق بانه اشياء جيدة يمكن يعني هذه التشكيلة وبعض زي ما حالك ذكرتي الاسماء اللي هما القانونيين وغيره ممكن يضبطوا الاداء او يحاولوا يضبطوا الاداء وبتظل التجربة هي اللي هتفرز لانه زي ما بقولت حضرتك التحديات كبيرة جدا هتبين وحتفرز يعني القوانين اللي هي هذا المجلس مطالب ان هو ينجزها خلال اللي هي مثلا تسعة اشهر اللي هي مثلا اللي هو في الدور الانقاد الاول وفقا للدستور لازم تنجز قوانين شديدة الاهمية منها مثلا قوانين تربيم وبناء الكنائس منها قوانين ايضا اللي زي ما قلت حركة الانتخابات والشكل العملية الانتخابية بعد كده في كل من ناحية الحياة في مصر قانون ايضا اللي هو العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية ده اللي هو يعني ده اللي هو خلاف الكبير ده اللي هيكشف لنا يفترض انه يكشف لنا كل ما حدث في مصر خلال اربع سنوات دي انه هو لانه بيقوم وفقا لبعض القوى عاملة يعني زي مشروعات مشروع قانون لي انه بيقوم مفروض على ثلاث مراحل مسألة اللي هو كشف الحقيقة ماذا جرى مين هو الشهيد ومين المجرم ومين كذا كشف الحقيقة بعد كده التعويد تعويد من يثبت انه هو مثلا وادانة وادانة بعد كده المصرح عفوا المصالحة المصالحة بين قوى الشعب بين يعني لانه كان احنا من تمانية خلينا نقول من تمانية وعشرين حتى الان هناك الكثير الذي لا نعرفه وشكلت لجنة خاصة حقائق وغيره وبتاع ده عامل حال تحتقان لدى الناس حال تحتقان لدى الناس وعامل وعامل ان احنا ما وصلنا اليه في الامس انه انه يبقى دستور الدولة بيقول ان فيه ثورة اسماء خمسة وعشرين وناسبة حتى الان بتقول انا صحيح انه هذه ثورة وهذه ليست ثورة وهذه انتفاضة لا هذا ثورة تصحيح يعني طبعا اختلاف وجهة النظر صحيح ناس بتصر على انها تنظر الى نظر صحيح او ما بين موجتين الثورة في حين انه يعني الورق في مصر الدستور القوانين كلها بتوحي باننا عايزين ننظر للامام بان احنا عايزين نعمل مشروعات عايزين نعمل تنمية عايزين نعمل بس ده اللي لسه وحصلش الحقيقة بناء الانسان اللي هو ان احنا عايزين محتاجين التعليم المجلس ده يعمل ايه في التعليم يعمل ايه في الثقافة تعليم محتاج ثورة حقيقية شديدة الاهمية عن وضع سياسة ثقافية جديدة لمصر وصيقة تفصيلية ان كل قطاع مقطعات ثقافة يعمل ايه بالطبع الوزارة الثقافة لم تلتفت اليه يعني ما احنا عندنا دراسات احنا عندنا دراسات وعندنا الخبرة وعندنا تاريخ بيقول انه كان في تعليم وكان في ثقافة وكان في فن بس هي الفكرة انه هاء الورق يتحقق يعني انه الافكار والخبرات تستفيد بيها بشكل حقيقي يعني ده مطلوب وده معلق في رقبة هذا البرلمان يعني وسوف نرى كيف ستسير الامور وزي ما بقول لها حضرتك العياء انا بشكل شخصي سعيد بكل ما يجري بما فيه من سوء وما فيه من احباط وما فيه من ارتباك لانه هيفرز هيعلمنا هيعلم الشعب ما هي التجارة بتتبني كده زي ما بقول لها احنا متفقين انه يعني اظن ان احنا متفقين لانها بداية بداية عمل سياسي بعد ان كان حالة من الركود صحيح احنا الحدي احنا حدي بتتفق مع الاراء اللي بتشوف انه انه هذه التجربة البرلمانية اساس جيد لكن المهم ما هو قاية بعده ما هو قاية بالزبط هتفرق احنا حدي شايف في الخريطة السياسية الداخلية لمصر يعني اداء بقى المستقلين والاحزاب وإلى آخره اعتقد حيعمل اختلافات في مجرد حيامل اختلافات حيامل اختلافات كمان يمكن احنا حنبتدي نشوف برضو اذا كنا بنقش اهم التحديات حيعمل اختلافات يمكن بداية من هذا الاسبوع لانه بعد كده البرلمان هو اللي حيقول الحكومة تستمر ولا ما تستمرش واذا قال انها ما تستمرش اذا ما وفقش على البيان بتاعها لازم الاتلاف اللي الاغنبية يطرح اسم طب كل ده كل ده جديد علينا كل ده جديد علينا تماما وحنرى كيف ستصير الامور شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد شعير مساعد رئيس تحرير والكاتب الصحفي بجريدة الاهرام شكرا على وجودك شكرا لستاذين مشاهدين مازالنا مستمرين معكم ننتقل الان لمتابعة لهم الأخبار الاقتصادية ومعكم فيها شهاب شعلان اليك شهاب